اشتركوا في القناة 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 في النوبة وطبعا من الشرق الى بلادنا وراء النهرة والغرب الى المحيط الاطلنطي فده مساحة كبيرة جدا وبتضم بلاد كتير وبما ان الخليفة كان حكمه ضعيف فده ادى الى ان الدول اتدت او بعض البلدان بتظهر او بعض الدول المستقلة بتظهر بس كده لا طبعا تاني سبب هو ان كان الخلفاء العبسين كان فيه غلطة بيغلطوها ان هم من كانوا بيستعينوا وبيستدعوا بعض العناصر الغير عربية يعني الاجانب كده كالفورس والاتراك بيستعينوا بيهم في ايه بيستعينوا بيهم ان هم من يساعدوهم في نظم الادارة والحكم ده بما ان طبعا الفورس والاتراك كانوا معروفين بخبرتهم الواسعة في الحوار ده تالت سبب وهو موقع مصر وبعدها عن مركز الخلافة العبسية في بغدد انت عارف طبعا ان مصر بعيد جدا او بعيدة الى حد ما في موقعها الزغرافي عن مركز الخلافة العبسية وده اللي ساعد ان طبعا بعض القبائل او بعض العناصر اللي هي تستقل بمصر وتقيم دولة مستقلة عن الخلافة العبسية فبكده باختصار نوصل لاسباب قيام او ظهور بعض الدول المستقلة في مصر انه هو تلات اسباب واحد ضعف اتنين استعانى تلاتة موقع مصر ضعف مين ضعف الخلافاء العبسيين ومن امتى ظهر ضعف الخلافاء العبسيين ظهر منذ بداية العصر العباسي الثاني اتنين استعانت استعانت مين الخلافاء العبسيين طب استعانوا بمين ببعض العناصر الغير عربية زي الفرس والاتراك تلاتة موقع مصر موقع مصر أثر إزاي؟ طبعاً ببعدها عن مركز الخلافة العباسية في بغداد طبعاً يا سنتانيا كانت الدول المستقلة في مصر خلال العصر العباس الثاني نوعين يعني مش كلها كانت مستقلة استقلال تام عن الخلافة العباسية بمعنى إيه؟ يعني كان فيه دول مستقلة شكلاً مع الاعتراف بالسيادة الخليفة العباسي عليها يعني إيه؟ يعني كانت كده وكده ما كانتش مستقلة استقلال تام عن الخلافة العباسية يعني كان ولاءها وطبعا وكان الطاعة للخليفة العباسي في الحكمة زي الدولة الطولينية والدولة الإخشدية والدولة الأيوبية والمملكية كمان إنما كان فيه نوع تاني من الدول بنسميها الدول المستقلة تماما عن الخلافة العباسية زي كده الدولة الفاطمية لو حاول كده نظهر ترتيب ظهور الدول المستقلة في مزر بدأت طبعا بظهور الدولة الطولينية من سنة 254 هجرية إلى 292 هجرية ولكن مع 292 هجرية مصر أصبحت تحت الحكم العباسي مباشرة وإنما رجعت السقلة تاني في سنة 323 بظهور الدولة الإخشدية لحد كده سنة 358 وظهرت الدولة الفاطمية ولحد 567 مصر أصبحت ولاية تابعة لنور الدين محمود لحد 569 وظهرت دولة مستقلة جديدة وهي الدولة الأيوبية لحد 648 وظهرت دولة أخيرة في مصر وهي دولة مستقلة الدولة المملكية ودي اللي حاكمت واستمرت لـ 923 هجرية طبعا بيوضح لينا من الخريطة دي أنه كان أول دولة مستقلة في مصر كانت الدولة طولينية أما آخر دولة مستقلة في مصر فكانت الدولة المملكية مصر في خلال فترة الحكم من عام 292 لـ 323 هجرية لم تكن دولة مستقلة بل كانت ولاية تابعة للخلافة العباسية تعودنا سنة ثانية لازم نطرح بعض الأسئلة كده فهنا سؤالي اختر يرجع السبب الرئيسي لظهور الدول المستقلة في مصر خلال العصر العباسي الثاني إلى ضعف السلطة المركزية ولا موقع مصر الجغرافي ولا قوة مصر الاقتصادية ولا طبيعة شعب مصر المسالمة في السؤال وفي الاختيارات لأنه هنا بيذكر لك أن عايز السبب الرئيسي لظهور الدول المستقلة في مصر رئيسي يعني أكيد حنبدأها أنه سبب ضعف الخلفاء العباسين لأنه من البداية أو من عصر العباسي الأول مصر موقعها زي ما هو ما تغيرش ومصر قوتها الاقتصادية هي هي وشعب مصر ما فيهوش حتة أنه احنا شعب مسالم ثم السبب الرئيسي طبعا اللي قد إلى ظهور الدول المستقلة في مصر هو طبعا ضعف السلطة المركزية يعني ضعف الخلفاء وده هو السبب اللي قد إلى ظهور أو السبب الرئيسي لظهور الدول المستقلة في مصر اشتركوا في القناة